بسم الله الرحمن الرحيم أحبائي طلاب الثانوة العامة اللي كانوا موجودين في العام الدراسي 2018 طبعا وحريفهم الحظ ونجحوا ألف ألف مبروك ونطبعا نشوفكم في أفضل الكليات بإذن الله وكمان الناس اللي لم يحريفها الحظ النهاردة الحلقة بتاعتنا إن شاء الله مخصصة ليهم في اللغة الإنجليزية طبعا نعمل مراجعة يعني لمنهج اللغة الإنجليزية ودي ممكن الحلقة الأولى الخاصة بالناس اللي هم موفقوش في الدور الأول طبعا كل التمنيات ليهم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في الدور الثاني ونشوفهم إن شاء الله مع زمالهم في الكليات برضو هذا العام أكيد طبعا شرفنا في الستيديو ويقول لأستاذ إيمان المصري معلم النهار الإنجليزية وزارة ترباء التعليم إزاي كمس إيمان؟ أهلا مستر محمد أجازة سعيد مرسي جدا وشكرا أتمنى أجازة سعيد الحضرتك برضو والجميع الطلبة ونطبع كل المستيدي شكرا للمشاهدة للمشاهدة ونحن أتمنى التوفيق إن شاء الله للطلبة اللي هيشاهده حلقة النهاردة إن شاء الله طبعا عايزة بداكرة إيمان للمشاهدة اللي هي نجحت يعني ترى النصيحة بتاعتك بقى اختيار الكلية على الأن هو أساس عايزة يعني هنت كده نشوف الناس يعني ولو نصيحة يعني على حسب المجموعة بقى وحسب الرغبة بتاعتنا سوء العمل ولا إيه بالزبط تفضل هو أنا يمكن تفكيري هيكون غير تقليدي شوية عن المفروض اللي الناس عموما بتفكر فيه أو الأهالي بيفكروا فيه أنا أحب دايما الشخص يختار الحاجة اللي بيحبها الحاجة اللي شايف إنه هيقدر يبدع فيها أنا مش هستفاد حاجة لو أنا دخلت مثلا كلية طب أو هندسة ولقيت نفسي بسقط كل سنة أو مثلا بدرس حاجة وأنا هطلع خريج عادي جدا في مني ناس كتير لكن لو اخترت شيء أنا بحبه أنا ممكن أبقى دكتور في الجامعة ممكن أعمل حاجات فعلا تكون مبدع جدا غيري مش هيقدر إنه هو يعمل فيعني اختار الحاجة اللي انت بتحبها تمام أكيد طبعا وأنا أنضم لك برضو في هذا الرأي وبقول دايما إن الواحد يختار الشيء اللي بيحبه عشان يبدع فيه مش بتدوره طبعا اسم الكلية بقى المسامات اللي احنا بنسمعها قولك دي كلية قمة أو مش قمة الفكرة ناكن تختار المكان اللي تقدر تبدع وتشتغل فيه وتكون حبه وتبقى إنسان مميز أو عنصر فاعل في المجتمع اللي احنا موجودين فيه طيب طبعا تعرف أن البوكلت بتاعنا بيبقى ترتيب الأسئلة مختلف احنا كنا عارفين بيبقى عندنا طبعا المفروض تسع أسئلة ولكن وفقا للبوكلت بيبقى الأسئلة عندك غير عند زميلك الأسئلة نفسها ولكن ترتبها قصد مختلف يعني قد يبدأ عندك مثلا بوكلت بتاعك ببادئ مثلا قد يبدأ مثلا في البوكلت لطالب تاني عشان كده احنا مش نتقيد الدور ده يعني بالسيستم اللي هو من الأول سيطوائشن بعد كده من ديالج وعكذا هنبدأ طول شوية كلا السؤال اللي هو دايما بيحير الطلبة المسي إيمان اللي هو السؤال بتاع الميني ديالج السرق بتاع الفانزمستيك الفانزمستيك أكيد بيبقى طبعا الطالب ضروري جدا ان هو يكون مركز على اللي زي ما قلنا بلكية كتير قوي اللي هو الجزء بتاع الليسنينج والجزء بتاع الريدينج الليسنينج والريدينج من خلالهم طبعا بنقدر نطلع بكل الفكاب وكل الجرامر الموجود في المنهج بتاعنا بيبقى عندي مجموعتين شكل السؤال ده أحباي بيبقى عندي مجموعتين يعني يجبوا دايما صفحتين كم متقابلتين الصفحة اللي بتبقى على الشمال كده بيبقى فيها أربع جمل والصفحة اللي المين أربع جمل السؤال أصلا من ستة طب سيادتك لو جوابت الأربع الأوائل وجوابتوا معهم اتنين من المجموعة التانية ما تاخدش ستة تاخد خمسة لأن أربع الأوائل دولة سيادتك ديك حق ممكن تخطأ في واحدة فيهم لكن جوابتهم كلهم صح هتاخد تلاتة من تلاتة تلاتة من تلاتة المجموعة التانية نفس الكلام يعني أصدق أول جواب دول كلهم وجوابت الكلهم عشان نقدر نجمع في الآخر نقول لك إن شاء الله تجيبه ستة من ستة طيب كمان انك إيجادك للخطأ هو نص درجة وتصويبك للخطأ نص درجة تاني يعني ممكن الناس تحطتها أو تحط خطة تحت الكلمة الخطأ ومعرفش صحاحة هتاخد نص درجة طيب لو فيها هنا صحب سيمان عايزة تقوليها بخصوص السؤال ده اتفضالي هو كل حكاية أننا يعني هادي نرجع تاني ونقول ناخد بالنا كويس جدا إنه السؤال ده إحنا عارفين إنه بيبقى الخطأ يا إما في كاتري يا إما بيبقى في الجرامر أحاول أستحضر كل دروس اللي أنا درستها طول السنة أعمل لست لنفسي كده بالأجزاء الخاصة بالجرامر أو دروس الجرامر الأساسية في كل يونت من اللي درستهم وأحاول أستحضرهم بسرعة في بتاع الجملة أو تركيب الجملة اللي قديني وأشوف التركيب بتاع الجملة ده هو زي أي درس من دروس الجرامر طب أراجع بقى التركيب أنا عرفت خلاص إن ده الدرس الفوليني طب بعد كده أراجع بقى التركيبة بتاعت الجملة وأشوف هل هي فيها أخطاء طبعا للدرس ده لو مفيش أدور بسرعة في الكلمات أو في الكلمات أشوف طيب ممكن ديكون فيه كلمة استخدامها غلط أو بتاعها مشابه لكلمة تانية بس المفروض تكون مكانها أدور بقى في المعنى في كل دي حاجات المفروض إن إحنا نتناولها أو تيجي في ذهننا وإحنا بنحل سؤال ون칠ه مع fundamental بس branch نبدأ دلوات ونكتشو في الحلقة مع بعض الأسئلة الا سؤال الرابع في الامتحان ويه على الشاشة عندكوه ونبدأ ного لت toy magazines لم أفرها على طول حتى نجوبها مع بعض القانو لي بتقول إن في روح بنشي نور تمام Den assure you enjoy it أكيد لما بنسمع الصيغة بتاعت as you enjoy it علاطول بنستغدم will enjoy لنده production何 vend Committee تنبؤ. مصوا كده تاني وركزوا في الجملة. الجملة بتقول It is a really good film. لحظتوا ايه مع كلمة فيلم. I'm sure مكتوب عن you enjoy it. قلنا لأ. الصحة على طول. It is a really good film. I'm sure you will enjoy it. يعني حطنا خطحت كلمة enjoy وصوبناها وقلنا will enjoy. زي ما أقول تاني ده طبعا بيتكلم على prediction اللي هي unit one اللي هي future forms. أشكال أو صياغ المستقبل. وطبعا مسئ ما المشكور هتفكرنا هتقول لنا استخدامات كلمة well. ايه تاني غير اللي هو future prediction مع استخدام كلمة predict. زي ما قلنا دايما انه هو prediction without a clue بدون evidence بدون دليل. تمام. يا ترى كلمة well بتستخدم في ايه كمان؟ تمام. كلمة well احنا عارفين زي ما قال مستر محمد بتبقى اي تنبؤ بدون اي دليل. يعني أي production. اه طبعا كمان ممكن استخدمها في حالة ال warning. لو انا بحذر حد. اه في حالة التراتني. هل نور امسال عطول مثلا؟ يعني مثلا اه stop laying with this mobile or I'll hate you. يعني اه بطل لعبة في الموبالي اما هجي اضربك. اه اه انا or I will I will hate you. اوكي. اما will و مصدر. تمام. طيب ايه كمان؟ تمام. في اه كمان في حالة ان انا اكون اه عندي اه بلان معينة بس هي غير مؤكدة. انا بقول رأيي في حاجة بقول ان انا ممكن اعمل حاجة بس I'm not sure. لما يبان ان الحاجة فيها ان انا I'm not sure. استخدم will. طيب. في في اه زي ما قلنا في اه threat مثلا تهديد. وفي اه حالة كمان اه اللي ما قلناش عليها مثال اه بقول رأيي. اه كلمة مثلا I believe. اه I think. كل دي لما اشوفها استخدم فيها will plus the infinitive. لو في اي threatening. اه مثلا انا بهدد حد بشيء معين. اه برضو دي كلها حاجات استخدم فيها will plus the infinitive. لما اقول مثلا يعني حاجة لها علاقة to be cautious. او ان انت تاخد بالك من شيء معين. اه بحذرك من حاجة معينة خطر ممكن يحصل لك. برضو استخدم will plus the infinitive. تمام. يعني ممكن كمان نضيف ان احنا بالنسبة لنا بتكلم على facts or future facts خاصة بالعمر. يعني لما اقول لشخص مثلا هيبع عنده كزا في المستقبل. بالنسبة للسن. يبقى لازم كلمة will والمصدر. او مثلا احمد. will be 10. next مثلا month. او will turn. او will get. تمام كده. او طبعا on his next birthday and so on. من السلم دائما كلمة will عشان تكلم على العمر او السنة دائما. في الاوفر كمان العرض لما اقول I will help you. تمام. I will open the door for you. I will carry the bag for you. لحظتوا كلمة will. تمام. شفنا كمان في الواعد. قلت مثلا if you get high marks I will buy you a present. if you get high marks. لو جيب درجات عالية I will buy you. هشتري لك a present. هدية. فاصبح تاني كده خلاصة كلمة will لما نشوف. نلاقي مثلا حتى في the choices. لما لقي مثلا كلمة will be going to. مثلا وهكذا. ادور يا ترى هو future prediction. تنبؤ من غير دليل. هل هي مثلا بالنسبة لنا threat. او offer. او promise. هل هي اصلا future fact مرتبطة بالعمر. يبدأ كله كان كلمة well. تمام كده. طيب. عنده جملة كمان مسيمان على الشاشة بتقول the first class will begin at eight o'clock every day. the first class اللي هي الحصة أولى. well begin at eight o'clock every day. هل لاحظ طبعا كلمة every day. موجودة. بالضبط كده في فاصلة. لدي ادورب. لكن لما نستلم كلمة every day just one word. فبتبقى دي ادورب دايما بيبقى بعدها اسم. فشوفنا الصحة الطول بيقولي the first class begins at eight o'clock every day. why did we choose or do we choose begins instead of will begin. طبعا. هو فيه هنا سببين. احنا عندنا طبعا كلمة every day. دي من the words to refer to present simple. من الكلمات اللي بتدل على present simple. تمان. تمان ده schedule. يعني حتى لو هو ما جابش every day. فاحنا عندنا جدول معين. او بنتكلم على time table schedule. لأي حاجة. فبالتالي احنا هنستخدم برضو present simple فيها. مش هنستخدم future. لان هي حاجة fixed محددة. معنى كده ان ده جدول بيحصل في معايد وبيتكرر. فاحنا مش محتاجين نستخدم future form. هنستخدم في حالة tables على طول. ال present simple. great. يبقى تاني بنأكد لو احنا عندنا future fact. او habit. او خلي تكلم على fact عموما. fact او habit. فبستخدم تلقائي كلنا عارفين present simple. اذا كان فيه time reference فيه كلمة دالة على الزمن بتقول كلمة every day. حاجة بتحصل كل يوم. they every month, every year, every monday and so on. اذا كان كلمة every. اكيد بيتكلم على شيء مكرر. في habit. تمام كده. او بوصل لما نظر تاني. ممكن تبقى fact. فعلى طول لازم استخدم present simple. لما تقول الحصة الاولى بتبدأ الساعة كذا كل يوم. تلقائي لازم تبقى begins مش كلمة will begin. بقول بسنا بسافر كل شهر. ما اقولش I will travel every month. no. اكيد لما اقول every month كل شهر. فبتكلم على تكرار. فبقول I travel. I travel. زي ما قلنا قبل كده. يمكن امسنا كتير لما قلنا مثلا the plane to مثلا ساودي اوريبيا takes off at مثلا 7. الطائرة للسعودية تقلع. قلنا takes off. ليه؟ ده زي ما ترى سيمان كده بتبقى حاجة موجودة في schedule أو في time table. يعني معاد محدد. سواء سيادتك روحت او مرحش الكلام ده بيحصل. يعني مثلا في حفلة مثلا سينما. فقلنا مثلا the film begins at مثلا 9 o'clock. الفيلم بيبدأ الساعة. ما قلناش will begin. لازا كان في اكسبشن بقى. لان في الاخر منس ايمان ده بيبقى برضو situational english. يعني ده مرتبط بالمواع. بالضبط. يعني ليه علاقة جدا بالمعنى. يعني لو قلت مثلا دلوقتي ان احنا عاملين مثلا صدفين جروب معين مثلا. وان هنعرض لهم فيلم ده حاجة استثنائية يعني. هقول فيلم هي يبدأ في كزا. فطبعا ما فيش مشكلة مقول it will begin at كزا. تمام. لكن بالقول الحفلة دي معروف انها كزا. يعني موجودة في الجدول بتاع السينما. اللي مثلا ميد نايت. مثلا شو. فهيبقى اكيد ده موجود في جدول في استخدام present symbol. عشان كده على الشاشة عيني. قومنا بتاعتنا بتقول. the first class begins at eight o'clock every day. قومنا كمان بتقول. five letters of petrol are enough for me to get to work. لحظة طبعا انتقلنا الوحدة التانية. five letters of petrol. البنزين. خلي بالكم. are enough. for me to get to work. get to يعني. reach. او arrive at. تمام. نفس المعنى. شوفنا الصحة على طول بيقول. five letters of petrol is. how come. يعني زي يحصل اميس ايمان تقول. five letters. نشفنا اس جامعة. والcorrection بيقول. is instead of are. زي استخدم is. مع كلمة فيها اس وبينه. او ان دي طبع قاعدة او rule. subject verb agreement. تمام. اللي كانت موجودة في unit two. تمام. وفي طبعا الرول دي لها exceptions شوية. لازم برضو نفهم معنى الجملة كويس. الامونت اللي هو بيكلم عنه مستر محمد هنا في المثال. five letters of petrol. هو بيكلم عنه على انه block كده معين. هيستخدمه في شيء. اه او ده هو عاوزه الهدف معين. فانا اه ممكن اقول اي نمبر واخلي كلمة طبعا جامع علشان الرقم اللي قبلها. ولكن انا بتكلم اه عنه كله الكمية دي كلها. هي هتقدر تخليني اوصل اه الشغل بتاعي. فانا بتكلم عنها لانها جزء واحد او block واحد. فبالتالي انا هستخدم معاها. او الفعل في صيغة المفرد. زي مثلا لما اتكلم على سعر هدوم. هقول مثلا. 20 جنيه دول كتير قوي عشان اشتري قطعة الحلويات دي. انا هنا قلت 20 باونز بس قلت is too much. بس ليه تاني لان انا بتكلم عن ايها على كمية مبلغ معين. انا شايف المبلغ ده كتير. ممكن تحصل في امثلة كتيرة برضو مستر محمد ممكن. اكيد زي ما اتكلم على الاكويشن دايما. شكل معادلة يعني. يعني انا اذا كان عندي اليمين هو قدي شمال بالزبط. فاكيد تبقى is في النص. بلاش كلمة بمعنى ايه. زي ما المسلمين كده بتقولي 20 باونز. باونز جامعة اكيد لما تقولي 20 با لازم 20 جنيه. لازم احط كلمة باونز كجامعة فيها بتقولي is too much to buy a candy. is too much to buy. لان هو دا اعتبرتو في الاخر a sum of money. مبلغ من المال. S-U-M. sum of money. مبلغ من المال. هدفعوا مقابل حاجة معينة. تمام؟ زي ما شفنا المسال بتاعكم. نقولي 50 لتر. هتوصلني الشغل. 5 لتر هي اصلا كمية بالنسبة لنا كوانتتي. فهي توصلني الشغل. لو قلنا مثلا 10 مليون دولارز. لحظته 10 مليون دولارز. دولارز جامعة. اقول مثلا ابيك سام. يا تارا ار ابيك سام ولا از ابيك سام. اذا حتى بقول ابيك سام. انا بتكلم على سين جدر. يبقى از ابيك سام. يعني لان المبلغ الكبير دا ابيك سام of money. مبلغ الكبير من المال هو بعينه العشرين مليون دولار. انسوا انا. لما اقول مثلا 100 باونز باونز. is not enough. to buy اكيلو اف ميت. 100 باونز. 100 بين جنيه. واضح انها جامع. باونز. بقول is not enough. ما اقول اش أر نوت اناف. is not enough to buy. ليست كافية اللى تشتري اكيلو اف ميت. لما نتكلم على الشيء كوحدة إذا كانت كوحدة فأكيد بيتكلم بشكل مفرد حتى لو كانت مكتوبة بشكل جامع نرجع تاني للشاشة أحبي ويقول لي The police is going to get new uniforms The police is going to get new uniforms أرى الصاحب يقول لي The police are going to get new uniforms يعني معنا كده أن الكلمة The police مش محتاجة بأس ما أقولش The police is مثلا لا شايف أن The police دائما تعامل كجمع هل بقى فيه خلاف المسئيمين في العربي عن الإنجليز بقى في بعض الكلمات يعني نسمع مثلا نقولي خبر وأخبار تم كده لكن في الإنجليز دائما أقول A piece of news وكلمة news دائما وحتى بقول news is an item of information وبقول information of information يا ترى إيه الأمثلة كمان وإيه شمعنا كلمة police مثلا أو هل هي وحدها ولا فيه كلمات تانية دائما تنفع فيها الجامع تفضل هنا زي ما قال مستر محمد كلمة police دائما تعامل معاملة الجامع أنا بتكلم عنهم هما كجروب إن المجموعة أو البوليس دول مجموعة بيجوا مع بعض فأنا بتكلم عنهم بالصيغ زي فدايما أعملها معاملة الجامع وما ينفعش أحط لها ما ينفعش تتجمع بإن أنا أحط لها اس فهي على طول اسم جامع وبيجيب معاها الفيرب في الفورم بتاع الجامع فيه طبعا ده برضو يرجع لي unit 2 في الدرس أو الليسن بتاع وقلنا بيبقى فيه للحالات اللي زي كده يعني فيه حالات استثنائية زي كلمة information information يعني معلومات ولكن أنا ما بحطش فيها حرف الاس عشان نجمعها هي على طول تعامل معاملة المفرد في العربي ممكن تكون اسمها معلومات لكن في الإنجليش هي مفرد تمام news محتوط لها اس ولكن أنا دايما برضو بعملها معاملة المفرد يجي معاها الفعل في صيغة المفرد فيه الكلمة زي كلمة furniture furniture دي بتشير لي الاساس بمختلف بقى عنواع اللي موجود في البيت ولكن احنا بنعمله معاملة المفرد هو uncountable noun أو اسم لا يعد فاحنا بنجيب معايا مثلا عندنا المتيريالز المختلفة زي iron زي glass زي مثلا the press كل دي عبارة عن ماتيريال أو مواد أنا بتكلم عنها بصيغة هي طبعا بتعمل معاملة المفرد حتى لو أنا بتكلم عنها بصيغة الجمع يعني لما أقول الحديد ممكن أكون بشير لي مجموعة أو كمية ولكن طالما قلت بس هاستخدم المفرد كفعل في حالة بقى أن أنا مثلا بستخدم كلمة iron اللي هي المكوى المعنى هنا بيختلف وهيبان جدا من معنى الجملة يعني هو هيديني من معنى الجملة المقصود هنا مثلا يبقى أكيد أكيد يقصد بيها كزا مكوى لكن ما نقصدش بيها الحديد فكلمات احنا مفروض بقى ايه نرجعهم كلهم تعريم كويس جدا علشان نعرف انه الكلمات دي فيه منها اللي بيجي على طول جامع زي بيليس زي هاد كوارترز في منها الكلمات التي لا تعد زي الأمثال اللي قلت تشك دوز ووردز ولما ترجعوهم هتعرفوا كل كلمة بتتوافق مع اي برب كمان يبقى واضح كده انه عندنا مجموعة كتير من الكلمات لازم نركز فيها بقى وناخدها في أفصيل سألنا مثلا مجموعة ذي كلمة مثلا بوليس دي دايما بتبقى جامع كلمات تانية ممكن يكون فائزة في الآخر لكن دايما تعامل مفرد مثلا ذي كلمة هيد كوارترز مثلا او العلوم اللي احنا مثلا نقول مثلا كلمة فازيكس إلكترونيكس خادنا مثلا كلمة كلاسيكس في المنهج دي برضو بتعامل كمفرد لانها مادة دراسية بتبقى إز في حاجات ممكن في العربي تبقى شكلها جامع زي كلمة آثاس وآثاثات بالثاء على فكرة وكلمة مثلا خبر وآخبار لكن في الانجليش عندي كلمة فرنيتشر ما يبقاش فيها ابدا اس فرنيتشر وعندي مثلا كلمة نيوز انسوء عن كمان مشكورة مسي إيمان وضحت لنا أو وضعتنا النقطة كلي قدت لنا لني حسب الميينيك بتاع الكلمة نفسها يعني مثلا كلمة كل المياتيريال مثلا كلمة كلاسيكس تمام؟ أكيد مش بجمعها وما بقولش آ كلاسيكس اللي اذا كنت قصدي كوب إذا كان قصدي بها زجاجة ما تجمعش تمام؟ آ كلاسيكس تمام؟ كلمة كلمة آرين لو لا أعتبرتها حديد خلاص ما يبقاش مينفعش من آرين لذا كان قصدي مكوى كمان لو قلت مثلا اي لايك أورنج أنا بحب اللون البرتقالي تمام كده؟ هنا بالنسبة للون أكيد ما بيجمعش لكن لو خدتها مثلا أورنج كبرتقالة الجامعة بتاعها أورنجز تمام كده؟ طيب لو شفنا كمان بالمرة بقى الحاجات مثلا زي الموادة الدراسية أكيد وي ستاري انجليش مش انجليش طبعا وستاري هستري وانسوان يعني الموادة الدراسية عموما لا تجمع تمام وي بلاي فوتبول وي بلاي باسكتبول يعني كل الرياضات لا تجمع حتى كان كلمة تنس منتهية بإس لكن أكيد تنس إز مش تنس آر طيب كمان لو قلنا كل الكميات زي مثلا كلمة ترايس كلمة مالك وانسوان هكيد كلها أكيد انكاونتبول يعني دايما عني انكاونتبول يعني تبعد عن الإي والآن معاها تمام كده؟ ودايما تحط إز طيب إيه راكب مثلا كلمة مثلا كلمة ترايس أو كلمة جام وانسوان لو عايز أنا جبما انا بروح للراجل للبوتشر الجزار ما بقولش مصلا يعني لازم عايز مبازة أو كمية محددة يعني سريعا كده بحط إيه قبل كلمة ميت قبل كلمة ميت احنا لو حبينا نتكلم بقى إن إحنا نحدد كميات من الحاجات اللي ما بتتجمعش دي ونبتدي نتعامل معاها لأنها اسم نجمعه أو نحدد كميته مفردة أو كمية كثيرة أو كده فبنجيب قبلها نون تاني أو اسم تاني الاسم ده هو اللي بيحدد الكمية وهو اللي بيتجمع بنسميه بارتيتيف كمجازة طبعا البارتيتيف اللي هو بيقسم لي بقى الجزء بتاع الكمية مثلا زي الرايس أو كده ممكن أقول وفي الحالة دي اللي هيتحطله اس واللي هيتجمع كلمة كيلوز مش كلمة رايس تمام وفي الحالة دي أنا لما هجيب او فعل في الجملة هجيبه على كلمة أو كلمة أو الكيلوز يعني ممكن يبقى جمع وممكن يبقى مفرد حسب ما الكلمة دي أصلا جاية جمع أو مفرد في الجملة فممكن أقول الكيلو بتاع الرز مش هيبقى كفية للميل بتاعنا ممكن أقول 2 كيلوز of oranges is too much for مثلا our family اصبحتنا كلمة أربع عشان 2 كيلوز بالضبط 2 كيلوز of oranges are too much for our family كده احنا جمعنا كلمة كيلوز وجبنا R لكن لو جد كلمة مثلا رايس لوحدها يبقى في الحالة دي ما ينفعش ان انا أجمعها دايما هتعامل معاملة المفرد جريت تمام طب عندي برضو كلمات يمكن خدناها واحنا يمكن زمعنا قوي كطالبة صغيرين ويمكن موجودة في بانك بتاعنا بس كتير جدا برضو من هنا بينساها فنعايز يعني ايه افكركم مثلا كلمة كلمة a lot of كلمة lots of كلمة كلمة many كلمة much كلمة some كلمة any كلمة few كلمة little كلمة little الحاجة دي كلها برضو دايما منشوفها في مواضع الامتحان فنعايز ومسلا كلمة a lot of أو lots of دايما بتيجي مع كونتبل وان كونتبل يعني يعد ولا يعد ولكن دايما بصغة الجامعة I bought a lot of books أو a lot of sugar تمام؟ أصبحت جملة مثبتة بوكس جامع يعد وكلمة sugar أكيد لا يعد لكن لو انا طبعا بعتبر كراجل بقى ده لي ورا سال يعني هو كان a lot of أسم بقى من أولاده بين mini وماتش فمني مع ايه وماتش معاي تمام مني بتيجي مع الأسامي اللي بتتعد يعني الكلمات اللي ينفع حطت لها s وينفع تيجي بسيغة مفرد وينفع تيجي بسيغة الجامعة مثل مثل أقول ماني كارز there are many cars in the street يفضل طبعا لما يكون عندي إذا كنت بقول a lot of دايما بتبع جملة مثبتة فيفضل بيبع عندي إنو عدت أي من الجملة الجملة منفية أو جملة استفهمية تمام مثلا there aren't any طبعا كلمة much بتيجي مع الكلمات التي لا تعد يعني أقول the room has much furniture يعني الروم موجود فيها فرنتر كتير زيادة جبت هنا كلمة much لأنها بتيجي مع الكلمات التي لا تعد وطبعا بيجي معها الفعل في صيغة المفرد كمان how much furniture and so on أوكي the room doesn't have much furniture يعني نلتزم بفكرة اللي هي negative والinterrogative عشان تبقى نعرف نفرق طب إيفارة من كلمة few وكلمة a few تمام كلمة few في الحالة دي أنا بستخدمها لو أنا شايفة إن الكمية اللي موجودة مش كيفية علموها كده بإنو كلمة few تلت حروف a few أربع حروف تمام أو حرف طبعا وبعد كده بقيت الحروف بتاعت الكلمة لو هي the few اللي هي حرفها أكتر يبقى الكمية كفاية العدد نقصد العدد العدد اللي أنا عاوزه من الحاجة أو بحدده من الحاجة هو قليل بس كفاية ولكن لو جبت كلمة few بس يبقى معناه عدد الحاجة اللي أنا أطالبها أو بستخدمها أو بتكلم عنها هو غير كافي وطبعا few a few ييجوا مع countable nouns أو الكلمات التي تعد يعني أصدر حضرتك لو إحنا مثلا أربع خمس أفراد ومعنا مثلا كتابين فلو قلنا مثلا the books we have are few يبقى معناها أني مش هتكفينا مش مكافينا ولاحظة بوكس طبعا جامع لكن لو the books we have are a few أو we have a few books أكيد ممكن كل اثنين يقروا مع بعض هتتمشي عليها على النقية كلمة a little وكلمة little little طبعا كلمة little و a little دول بقى بييجوا مع uncountable nouns نفس القاعدة ولكن بيجوا مع uncountable nouns يعني الأسماء اللي ما بتتعدش يعني هنشوف بردو هنعمل تشاك كده ايه الكلمات التي لا تعد عندنا في المنهج أو حتى من خلال خبرتكو بالإنجليش مثل كلمة rice و furniture مثلا اي material من المaterials اللي ذكرناها كل دي حاجات لا تعد ال liquid مثلا السوائل أو اي drinks كل دي حاجات لا تعدوا وساعتها باستخدم معها little و a little طيب عشان نبقى برضو يعني الموضوع دي غطناه كده في بعض الكلمات اللي بلاقي مثلا ايه تنفع جامعة و تنفع موفر بذات الوقت يعني كلمة family معروفة ان كلمة family لازم في members of family تمام؟ نعم نبقى the family is ونبقى the family are طبعا لو انا قلت مثلا كلمة مثلا the team the team always مثلا يترى win ولا wins طبعا هنا في الحالة دي هنقول the team always wins لانه من خلال المعنى هي دي حاجة اسمها collective nouns اللي هي الاسامي اللي بتكون بتشير لي تنفع تستخدم في الحالتين في المفرد و الجامعة هي اسم واحد او نون واحد ولكن بيعبر عن مجموعة المجموعة دي ممكن انا في الجملة بتاعتي اقصد بيها group او زي ما مستر محمد قال كلمة team ككل او ممكن اكون اقصد بيها افراد team فحسب الحالة دي او حسب المعنى احنا بنحاول نستنتج من معنى الجملة هو يقصد بيها group ككل ولا افراد group وبناء عليه بنحدد احنا لو هيتكلم على group كblock واحد يبقى هنستخدم singular verb لكن لو كان group ده بتكلم على members بتوعه يبقى انا هستخدم plural verb او فعل جامعة ولكن اعتقد يعني ممكن دي بتبقى حاجة بتلغبة الطلبة زيادة عن لزوم فيعني ممكن يكون فيها اه مثالة مشهورة جدا اكيد طبعا يعني زي بالضبط المثال بتاع كلمة اكيد طبعا الكلمات زي كده كلمة مثلا كلمة team كلمة family كلمة community university كلمة staff سواء الحاجات دي كلها بتبقى دايما تعمل افراد او جامع لكن على الميننج او اللي بيقصده طبعا المتحدث اذا كان اصب بها كينت زي ما قلنا team بيفوز اذا اصلا ده team بيمارس رياضة جماعية اللي هي team sport زي مثلا فوتبول باسكتبو اكيد الفوز بيونسب دايما للفريق مش لفرد تمام على عكس طبعا طبعا ساعتها بنقول الاهلي مثلا always wins حطينا اس لاني النصر الاخر بينسب للفريق ككل وليس للاعب بذاته تمام عندنا طبعا حتى لما بنستخدم مرضو يمكن بعد كده هللاقي لما تكلم على كلمة هو وكلمة which وهكذا اللي هي اكيد لها علاقة برضو لما اقول مثلا كلمة team احنا بقول كلمة which كغير عاقل وحنا بقول كلمة who برضو يعتمد على فكرة اذا كنت بتكلم على بتكلم كوحدة او بتكلم كافراد تمام طيب هنبصة كمان على الشاشة وعندنا جملة بتقول جميل كونه جميل كونه جميل كونه جميل كونه صحت יותר وبانتو طبعاً واضح كده أن كلمة أثليكس شكلها كده تعامل كمفرد تعامل كمفرد طبعاً بمعنى الألعاب القوى وهو بيشير بالزبط لإسم الرياضة نفسها لكن ما بيشيرش لي جمع أو جمع من الحاجات هو طبعاً الأثليكس اللي هي الألعاب القوى وهنا بنشير ليها كحاجة واحدة أو وحدة واحدة وبالتالي بتعامل معاملة المفرد وزي ما مستر محمد نوه من حبة صغيرة كده إنه السبورتس عموماً بتيجي بتعامل معاملة المفرد فإحنا ناخد بالنا من الحكاية دي فمش معنى أن هي في آخرها أس كمان المواد الدراسية لو في آخرها أس زي ماثماريكس، فيزيكس الحاجات دي ماينفعش إن أنا أحط معيها فعل جمع أنا بتكلم عليها كمادة دراسية كمان، إذن خلي بنا كده أثليكس قلنا أن هي أصلا منتهبة إس ولكن هي لعبة حتى لو كانت بتاعشمل ألعاب داخلية كتير هم نسمى في الآخر ألعاب القوى دايماً تعامل كمفرد وقلنا كلمات زي كلمة فيزيكس، كلمة مثلا ماثماتيكس كلمات زي كلاسيكس، الكترونيكس كلها منتهبة إس ولكن دايماً تعامل كمفرد طيب، لو جينا أن أثليتس أثليتس لهم الرياضيين أصبحت اختلف الرياضيين أصبحت إيه جامعة لو شفنا كمان جملة بتقول انتقلنا الموضوع ثاني جملة على الشاشة بتقول يقول في التصويب يقول في التصويب يقول في التصويب أنا أريد أن نقف شوية عند التنسات في الباست عموماً نحن بالنسبة لدينا وعندنا وعندنا وماضي مستمر وماضي ماضي مستمر وفيه كمان يعني على عكس العربي خالص العربي عندنا يعني كان فعل ماض وانتهت لكن لما تقول لي مثلا عنده في الإنجليز يبقى ماضي بسيط ماضي مستمر ماضي مستمر أكيد بيبقى فيه يعني لازم تبقى فيه كلمة محددة أو جملة محددة أو لازم أختار التنس الصح عشان حط الكلمة فيه تمام؟ عايزين هنت كده يمس إيمان على استدام الأزمنة الماضية تمام الأزمنة الحل فيها والمفروض ان احنا نركز فيه هو فكرة المعنى قبل طيب أنا هستأذنك قبل كده هنطلع لفاصل سريع ونرجع نستكمل مع بعض ما تروحش مكان انتظرونا حال الآن مو أحباي أهلا وسهلا بيكم مرة تانية وزي ما قلت الحلقة بتاعتنا مخصصة لطلاب الدور التاني في الثانوية العامة 2018 وخلوني أفكركم معكم محمد المختار وكمال أستاذ إيمان المصري معلم اللغة الإنجليزية بوزارة تربية والتعليم أهلا وسهلا بيكم مرة تانية مسئيمان أهلا بيكم مستر محمد كنا نتكلم قبل الفاصلة أحباي ونتكلم على أن فكرة الطلبة بتبقى حافظة بقى اللي هو الأزمنة احنا عايزين نكون بفهم شوية احنا قلنا أن الماضي عندنا في العربية هو ماضي وخلاص لكن هنا بالنسبة لنا في الإنجليش فيه أربع أزمنة يعني بيتكلموا على الماضي فأنا عندي جملة يترى حطاف أنه زمن يترى past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous طبعا بيهتمد على الجملة معناها إيه أو عايز أوصل إيه بالزبط فلو جيت قلت مثلا أنا ذكرت إنجليزي بالأمس أنا ذكرت إنجليزي أو ذكرت لغة إنجليزية بالأمس خلاص طبعا أصلا حدث واحد تم وانتهى and action that finished and finished completely أو happened and finished completely in the past حدث اكتمل وانتهى في الماضي فهو ماضي بسيط I studied English last night هنا ما فيش داعي أبدا تقولي I had started ما ينفعش ماضي تان لأنه ما فيش حدثين ما ينفعش تقولي I was studying English last night يفضل تقول I studied إلا إذا كنت بتقولي مثلا لمدة قد إيه أنا كنت بذاكر إنجليزي مثلا طوال اليوم من بارح بساعتها كنت أقولي I was studying English all day yesterday مثلا طول اليوم من بارح يبقى خلصت الكلام كده لو حدث واحد تم وانتهى في الماضي حدث يعني فعل واحد action حدث تم وانتهى في الماضي فهو ماضي إيه ماضي وسيط تصريف تاني للفعل حدث استغرق فترة في الماضي في الماضي بقى ماضي استغرق يبقى مستمر يبقى مستمر وطبعا الفورميشن بتاع بwas aware والverb بلس ING تمام أكيد الفورميشن بقى في المصدر وحطوه إيه ING طيب لو أنا عندي بس إيمان حدثين أنا مثلا بذاكر ومسلا بابا بيقرأ الجرائد مثلا هيبقى شايفين حدثين والتنين وخدين وقت ممكن أصرغها إزاي دمائم وقت ما تنقن الفكرة الحدثين يبقى أنا لازم أفكر في مجموعة حاجات كده إن أنا هبتدي بقى أدخل تنسز مختلفة زي الـ Past Perfect زي الـ Past Continuous مع الـ Past Simple يعني فهنحاول نشوف كده الأول المعنى زي ما اتفقنا لأنه التنسز مش مسألة grammar ونعمل match كده وخلاص إنه لقيت دي بقى أحط دي لازم أشوف المعنى فأنا عندي ثلاث مواقف موقف لو كان الحدثين بيحصلوا في توقيت واحد يبقى في الحالة دي الـ Past Continuous هيبقوا زي بعض طب لو أنا عندي حدث ناخد مثال طيب يعني مثلا هقول وانا بذاكر كانت أمام بتطبخ في المنبخ تمام؟ إلا حصل هنا أنا بقول إن الحدث الطبخ وحدث المذاكرة اللي اتنين خدوا نفس الوقت وخدوا نفس المدة وتموا في نفس التوقيت طيب ولنا أفرض إنه في مثلا حدث تاني كان ابتدى قبل حدث معين واستمر الفترة معينة وحدث تاني حصل في النص قطع وخلص بسرعة والحدث الأول اللي ابتدى من الأول ده لسه مكمل طيب يبقى رأيك ناخد اتصال تليفوني ونرجع ساكن مع بعض معنا اتصال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد عامل ايه عامل ايه يا بحميد تمام؟ الحمد لله اهلا يا احمد ازايك منوّرنا الحمد لله اتفضل يا بحميد انا كنت طالب في السلام العامة فانا جلت في الإنجليزي درجة يعني مش حلوة شوية السنية دي صح؟ اه تمام فانا بطسل الحاجة كانت عن التظلمات اه تمام فانا سمعت المدارسين التظلم السؤال الغلط ما بيتعلمش ويعلمه ايه المراجعة الدرجات ولو سأل متعلم في أصل لكن السؤال الغلط يقول لي لا يعني ما نكشي دعويني معت المدارسين كذا مدارس قال لي جزا والله انا هقولك على حاجة وانت يعني كواسنا كنت اثرت النقطة دي لان كتير قوي قوي بيتكلموا عليها في الوقت الحالي طبعا بص يا احمد هي تظلمات طبعا بدأت من يومين وعلى استمرار شهر كامل يعني موجودة لمدة شهر كامل الفكرة بقى انا كطالب انا اللي ادرى المادة دي انا حلت فيها كويس ولا لا يعني معلش لا نلقي باللائمة كده طلبة كتير جدا ومعلمين دايما بيلقوا باللوم على التصحيح يعني تلاقي مسلا طالب ما جابش مجموعه كويس ما وفقش روح على طول بسرعة والله طبعا بابا وماما بقى هيقول لهم ايه يقول لهم والله انا كنت حلل كويس بس هم مظلموني وتلاقي بقى معلش تعليقات بقى والدعوات حسب يا الله ونعم الوكيل وهكذا لا انا حددك كنت مراجع الانتحام من المدارس انا بكلم بشكل عام يا رحمية دلواتي بشكل ان جنرال وانت تستخلص انا عايز اقولك ايه النقطة التانية كمان سوري معلمين بقى محترفين مثل ايمان درس خصية بقى بيبقى مش مهتمة بطالب ويجي بعد كالطالب يجد راجعه مش كويسة يقول لهم لا دا ظلموك دا كان مش عارف ايه بيقى يبقى ارضوا باللائمة على التصحيح هي الفكرة كلها في ايه انا دلوقتي جات مثلا نتيكتي وانا شايف ان انا بالنسبالي الدرجة بتاعتي مش متوافقة مع الحل اللي نحليته يبقى انا كطالب هو الشخص الوحيد اللي قدر يقول انا ليه درجات او لا ساعتها اعمل تظلم تظلم بيبدأ طبعا بان احنا بنعمل حوالة بريدية في البانك او في البريد باسم طبعا ادار العام الامتحانات وبناخد رقم الجلوس بتاعنا ونروح على المدرية اللي تابعي لها في المدرية بنلاقي من دوب قاعد بيحدد لنا معاد اللي بيحصل يا احمد ان الادار العام الامتحانات بتصور لك ورق البوكلت يعني متشوفش الاصل بتصور البوكلت وبتروح طبعا معاك نموذج الاجابة بتاع الوزارة بتشوفه بقى من على الموقع بتاع الوزارة تحمله او تنزله من على النات وتاخده معاك وتشوف انت بتكتب تقرير كامل بكل اللي انت شايفه السؤال الاول مثلا يستحق مثلا خمس درجات وهما مثلا بديني اربعة السؤال ده مثلا مش متصحح خالص السؤال رقم اربعة مثلا ما فيش حد قرب منه مش متصحح في سؤال مثلا في اخر البوكلت انا كنت مثلا كتبه في الدرافت مثلا ورا ومحدش بصله الدرجات جوه مش طلع برا على المراية صح يعني السؤال الاول مثلا مكتوب من خمس درجات وهو انا جايب مثلا فيه اربعة مكتوب برا تلاتة او مكتوبه مثلا اتنين لازم تعرف ان بص بما ان ده عمل بشري اكيد وارد فيه الصح والخطأ وارد جدا ان اللي بصحها يخطأ ولكن استدراك الخطأ واجب ورقتك بتتحط في ايد ناس مسؤولة وهترجعها بالتفصيل الممل سيبك بقى من الناس المحبطة اللي تقولك اه لأ ده مش هتاخد ده هيبصه مش عارف ايه ولكن اه صحي هو اسم مقدر درجات لكن لأ فيه حاجات بتتابع في ورقة وتتشاف فتعمل اللي عليك حاسس انت كطالب والكلام مش لأحمد بس لكل احبائنا اولادنا وبناتنا انت شايف انك انت مظلوم في شي درجة قولهم للتقالي عملت وظلنا لو شايف بعد كده في درجة تانية احمد كمان ده الناس ترفع عضية ترفع عضية قدام القاضي ويشوف اذا كان وبيجيب خبير من وزارة تربية التعليم وبيشهد قدام القاضي وبيحلف يمين ويقول فعلا ان اذا كان طالب اولاء يستحق اولاء فمتاخدش معلش بالكلمات اللي بيقولها بعض زملائنا اللي هو يعني محبوطين شوية اتفقنا؟ حسنا حتى لو رجع لي درجات بيرجع لي مثلا بعد سمعت ان ليه مثلا واحد دغلوا كلية مثلا طبيعي يعني رجع له درجة وقال له سيدالة مرضيش يحاول الشؤون القانونية بتديك ورقة مباشرة وبتبعت باختار برضو مباشر على طول ليه الكنترول اللي انتابع ليه فرضا قطاع السيوت مثلا بيجي لهم اختار مباشر ان الطالب ده معه حكم او معه قرار بانه زاد مثلا خمس درجات بليك الحق اذا ما كتب التنسيق ما بيحولش وفيه طبطء شوية انت بتاخد بلفك من الكلية اللي انت قدمت لها وتقدمه في الكلية اللي كنت كتبها في رغباتك يعني ما بتحصلش مشكلة ابدا يعني وكلها طبعا انت كله بيتامل فترة ايه يعني حتى لو في بداية الدراسة يعني لغاية مثلا نص تسعة لغاية اخر تسعة مثلا بالكتير قبل الدراسة عموما يعني فبرضو هيجي لك حقك ما تقلقش لو رحت كلية فاقزلت درجاتك فليك حق تحول الكلية لتقبل مجموعك في السنة ده تفاقن يا ابو حميد طبعا يا مستر الحمد لله والله نتمنى نتمنى انا شفت المؤشر العام اني السنة اللي فات مثلا من 95% كان عشرة وكسر سنة 13% معنا كده المفروض ان التنسيق وفق الاحصائيات يعني يعلى شوية ولكن بعد كده وسائل الاعلام بقى مقرؤة ومرئية قالوا لا ده فيه المجلس الاعلى وقف على ان ينزل اثنين في المية وهكذا فانت عملت اللي عليك بس برضو اعملت ظلم ويمكن رباني انت عارف طبعا ان واحد من عشرة بيفرق يعني بيؤدي من كلية الكلية بس كنت بتكلم في اقول حالة انا ومس ايمان بيقول لي مش العبرة في الطب والصيدالة والهندسة انت لو دخلت كلية يعني بمجموعة كنت راجل متفوق بالمنظر ده ودخلت كلية بيعتبرها الشعب المصري كلية يعني مش في مقلية القمة انت ممكن تبقى فعلا راجل من الاستافتع الكلية تدرس في الجامعة يبقى طموح اي عدد طبعا انا يا احمد على فكرة كانت درجتي تجيب لي كلية هندسة وكان في البيت عمليني يزنوا علي روحي وهتبقي مهندسة زي اختك والكلام ده انا صممت ان انا بحب اللغات وعايزة اشتغل في مجال اللغات فدي مواقف بتحصل اختار اللي انت بتحبه بس ده يعني كان نصحتي لك اه وبعدين مش بس مجموعك بس وقدبك واخلاقك وده كل دي حاجات رزق يعني فخليه على الوصف اهل حاجة شغل طب عسكري بس مرضو خايف اقدم مرضو عسل اللي ممش هيقبلوني واردو ليه يبني وليه هاول حايل في كل اللي تجاهز بس انت عليك تطرق تطرق الابواب انت القدم وبعدين سيبك بقى يعني بالعكس انا اللي عرفوا ان يوكات العسكرية خاصة الفنية العسكرية اه وخاصة مثلا كمان الطب العسكري دول بيدوروا على الطلبة لان يعني وطبع الانكالات جمدة جدا جدا يعني فالناس دي لا اما سيبك بقى من اللي بتسمعه برضو الكوس انا عار اعرف اصدق الكوسة والمحسوبية والكلام ده كله لا انت اعمل عليك وبعدين احنا عصر المفروض خلاص يعني ماشيون بشكل كويس ربنا يا كرمك يا احمد انت وكل زمالك ونشوفك طبعا في احسن كلات بإذن الله بإذن الله مرجعتني مسئيمان وكنا بنتكلم على التنسز في الباست تمام كنت وصلنا لمقطة قلتي لي ان لو حدث واحد تم ونتقف الماضي فهو فاست سيمبل اي استطاد انجليش داست نايت تمام قلتنا كمان لو حدث استغرق فترة وصلتنا النقطة كمان ان لو حدثين انا قلتلي تقريبا كنت بذاكر وماما بتطبخ فقلت ويل لا بينما صح هي نفس كلمة ويل او كلمة اذا او كلمة جاستاز يعني دي كلمة معناها زي كلمة بوكة انكتاب خد نفس المعنى بينما يعني يا حبي احذب العربي بينما يعني في حكتين تهم كلا بينما كنت اذاكر كانت ولدتي مثلا في المرضى يبقى ويل اي واز تتادي يبقى خطوة جاية حدث مستمر وقطعوا حدث تاني تفضل الحدث بقى المستمر اللي هو واحد طويل ابتدى بدري وخلص برضو متأخر وفي النص كده حصل الحدث وقطعوا في الحالة زي احنا هنضطر نستخدم زمنين لان مش معقولة الحدث اللي اخد كمية من الوقت هيبقى بنفس المعنى بتاع الحدث اللي حصل في النص بفترة صغيرة واحنا مش هزين نركز عليه قوي في الكلام ففي الحالة دي احنا نستخدم الحدث اللي استمر للوقت طويل هو استمر ويبقى اكيد ولو هو حدث حصل في النص وقطعوا وخلص بسرعة اثناء ما التاني كان شغال ومستمر في الحالة دي احنا بنستخدم يعني ممكن جدا نقول اثناء ما انا كنت بعوم في البول او في حمام السباحة صديقتي وصلت اوكي يبقى ده كده حدث طويل انا كنت في البول واستمرت فترة طويلة وبعدين في النص جاء الفريند بتاعتي فعل الوصول نفسه ده فعل قصير جدا حصل اثناء ما كان فعل السويند كان بيحصل تمام يعني المعنى في الآخر المعنى وانا بذاكر التليفون ضرب ما قلتش قاعد ضرب قد ايه لكن ممكن اقول وانا بذاكر التليفون قادرين فترة طويلة فترة طويلة على حسب المعنى تمام طب وات اذا وحصل وحصل قبل التاني عندنا حدثين واحد حصل قبل التاني اتفضع احنا لازم نحط كده قاعدة في زهننا في الانجلش انه اقدم من التنسز هو يعني انا عندي لو عندي حدثين الواحد اللي حصل في الاول وتم وخلص في الاول يبقى ده اقدم حدث فيهم في الحالة دي انا هستخدم الماضي التام لو هاد وطبعا الحدث التاني ممكن جدا يبقى في الماضي البسيط لكن طالما هو فيه اتنين واحد قبل التاني تم وخلص قبل التاني يبقى القديم ده هنحطه في والتاني هيتحط في يعني مثلا وبرضو هنعول كتير على فكرة المعنى بس المعنى مش اللي انا فهمه ممكن يكون المعنى اللي تقصد الجملة لان ساعات في الاحداث ممكن انا متخيل انه مثلا ان انا زكرته وبعدين نمت بس الجملة بتقول ان انا نمت وبعدين صحيت ذكرت فلازم افهم معنى الجملة كويس جدا في الحالة دي انا هغير التانسز يعني مش المعنى اللي انا معتقده ولكن المعنى الجملة تقصد اللي اذا كنت نمت طبعا ومذكرت مع الملائك اه ممكن يبقى المعنى مرض ومرة تانية ضروري جدا يعني مثلا افتر اي هاد ستارد اي وانت هين بالنسبان في ستارد اكشن وفي ستارد اكشن حدس تاني اللي تم الاول هو اننا زكرت فأولت افتر انا رحت نمت فأصبحت باست سيمبل من كلمة جو بقت كلمة وانت طيب احيانا بلاي افتر اي ستارد يعني باست سيمبل افتر اي ستارد اي ونت اي ستارد اوكي صح تماما ان الماضي التام ممكن يحول لماضي بسيط مفيش مشكلة لكن البسيط ما يحولش التام بمعنى افتر اي ستارد كلمة افتر هي الضمانة افتر اي ستارد بعد ما زكرت اي ونت توم او افتر اي ستارد اي ونت توم تمام لو حدثين تم وانته في الماضي الحدث الاول ماضي تم يمكن ان يغلب مضي بسيط و الحدث التاني هو تصريف اتفقنا كده طيب لو انا كنت مذاكر الاول فترة طويلة وبعد كده روحت ذاكرت المدة شوفت المدة داخلت في الاستمرارية انا ذاكرت لمدة خمس ساعات و بعد كده روحت نمت تمام ففيه فارج كبير جيدة تقولي بعد when I had studied and after I had been studying for 5 hours انت حبّتت قول المدة خمس مشي ايمش بقصة يابط بعد I had been studying بعد ذكرت خمس ساعات روح تنامت وصلت أظن كده مثل إيمان نحن القناة الضوء على past simple past continuous past perfect past perfect continuous وعلاقة الأزمنة وبعضها نرجع تاني للشاشة كده تلاحظوا مكتوب عندي كده ياسر دي إفنينج مبارح بالليل وي رفايز الإنجليش لجعنا إنجليزي كان ممكن نسكت لكن وين لائتس وينت او الناس اللي حافظة كلمة وين أصلي بعدها مش عارف ايه الكلام كله معلش فهم لما الأضواء انطفقت لما الكهرباء قطعت لما الكهرباء كنا بانزاء يبقى كنا بالراجع انجليزي والكهرباء كنا بالراجع يبقى كان مستمر يبقى الأفضل تقولي we were revising وي خدت where past وحطنا الفرب revising وحطنا له i n g فأصبح past continuous وبعد كده past same هنا كمان الجملة فيها مش كلمة ياسر دي بس يعني لو كلمة ياسر دي بس يبقى أنا في الحالة دي معزم الوقت هستخدم past simple لكن ياسر دي ومعاها مدة زمنية تانية بتبين انه كان في استمرارية او كان في يعني enough time for doing the action في الحالة دي زي كلمة evening طبعا هنا يبقى أنا أقصد ان انا بيين انه الحدث تم في مدة معينة فأذكر طبعا ايه او استخدم ومعزم الوقت هستخدم جيد نبسطا على الشاشة وعنده قملة بتقول نبسطا على الشاشة ومعزم الوقت هستخدم وانتهى خلاص انتهى في الماضي لكن لما تقول لي من التاسعة او من سن السادسة وانتشي تتعزف على البيانو يبقى معنا كده لازم اجيب زمن بدأ في الماضي ولسه بيحصل وهيكمل في المستعبت حدث ان اكشن انتشي تبدأ في الماضي حدث ان اكشن حدث ان اتحدث ويستمر في الماضي لذلك نقول لي لذلك نقول لي بقى ايه الحدث اللي بدأ في الماضي ولسه بيحصل وقالي استكمل في المستعبت لانه المضارع التام المستمر لوم كومن هاز بيين وفرب اي نجي دابيانو سنسي ايج اف سيكس وانتشي تتعزف ميسي ايمان طبعا دينا مسال كمان تاني وتوضحنا الصورة اكتر الفضالي يعني ام زي ما قال لنا مستر محمد ده عبارة عن حدث انا ابتديته في الماضي يعني ممكن انت تقابل مثلا قابلت صحف في الشارع ليك وانت بقالك كتير ما شفتوش فبتسأله بعد كده ايه الاخبار والكلام ده كله فيقولك انا بحضر انجليش كورس طبعا انجليش كورس المفروض بالصيغة دي او بالتنس بتاع البرزنت ده انت تستنتج انه هو لازال في الكورس لغاية دلوتي ما خلصوش بس هو ابتداء في وقت مؤين في الماضي طالما استخدم التنس بالطريقة دي نفس الجملة بتاعت مستر محمد هو الشخص هنا او الشخصية دي كمان هو جاب لنا جملة توضح لنا السيتيواشن كويس جدا اللي هي لغاية دلوتي بتلعبه ولكن ابتدته من ايام كان عندها ست سنين يبقى انا كده الموقف واضح جدا انه هو اكشن حصل او اتدى في الماضي ولكن ما انتهيش فما ينفعش استخدم يبقى مستمر للمدارع يبقى لازم استخدم الماضي تمام يعني لما نقول مثلا اي اف بنا اتندنج ان انجليش كورس معنى كده ان احنا عملنا ادرالنج ان انتحقت بالكورس حصل يبدأ الجزء بتاع الماضي في الوقت اللي واقف فيه معاك ده مش بدور اكشن حصل قداميش لا ده انا بحضر ما زلت بحضر ممكن اكون بكرة بعد قد اصدر في المستقبل فبنقول دايما ان الخلاصة حدث بدأ في الماضي مثلا اي اف بان استعاد انجليش مثلا اه سنسا مثلا اي اف بان استعاد انجليش من سنة تسعين معناها بدأت سنة تسعين استير استعاد لسه بادرس وقد يستكمل في المستقبل تمام ده مضارة تام مستمرة طيب بنقول دايما لو عندي نتيجة عندي نتيجة شفت مثلا احمد استايرد احمد متعب لاحظي ايز تايرد فهيقولي بقى ايه يا تارا اي اف بان استعمال اي اف بان استعمال مثلا اه اه طبعا هنقول اي اف بان استعمال اي اف بان استعمال اه هنستخدم هنا وحتم addict وكادة ختموا وحكذا ما اصح Fiona تتغفى ما اصبح اصحان اصح Shall we وioni 喜م ويقام نحن من عملية فهذا يجب أن يتحرك لأنه يشير لي حدث في الماضي وخلص نصل على الشاشة ونقول إذا تركت الآن تجد تحركك نحن 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 أولاً أو نحن 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 لا يوجد فقط لأنني لدي كلمة يجب أن يوجد تطوية excon اكيد كلمة إخوات كثير كذلك اق 해야 الشرط ثم أعوام او جملة جواب الشرط. بيبقى عندنا بقى تايبس. انا طبعا طلبة حافظين لأسف كده يقولك ايه عندي زيرو تايب وان تو ثري عندي كمان ميكسد ان سوان. فاحنا عايزين نبوصلا بموظور تاني مختلف شوية. لو انا دلوقتي جيت قلت مثلا من عايز الطالب لو يتقرجم بقى. واحد مثلا زي يزمين احمد اللي كان بكامنا من شوية بيقول لو كنت زاكرت اكتر كنت جيبت مجموع اعلى. انا دلوقتي عندي جملة بالعربي. تقول مثلا لو كنت ذاكرت اكثر او بجد اكثر لكنت حصلت على دراجات اعلى. طيب. الجملة دي اترى الطلبة هنا حطها حالة اولة زي يقولوا ولا زيرو ولا تو ولا ثري ولا وات. طيب. طبعا هنا الجملة لازم نرجع للمعنى. هو انا بتكلم على حاجة في اي زمن بالزبط. الحدث ده حصل امتا? طبعا بتكلم على حدث في الماضي. كنت ذاكرت. يبقى انا بتكلم على مذاكرتي في الماضي. ما كانتش كفية. وبالتالي النتيجة ان انا ما حصلتش درجات مناسبة. فاحنا ممكن نستخدم كيس تري. علشان نقول مثلا. لو انا كنت ذاكرت كويس. انا كان زماني حققت درجات كويسة. نقف شوية عندي. يبقى في فارق بين الصيغة وبين الفاهم. الاول الطالب اختار احط الجملة دي في انا وحالة. حضرتك قلت بما ان الكلام فات بان الكلام في الماضي. فاصبحت على طول طيب ثري. حالة تالتة. حالة تالتة بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول الكلمة إف. اللي بعدها لطلب latoal past perfect. ماضي تام. هالتصريف تالت. والناعة التانية او جواب الشرط بيتكون من الفاعل التصريف التالت. الناعة التانية او جواب الشرط بيتكون من الفاعل. ود او كد او ميت. ونسبة التصريف التالت. فالجملة بتقول ايه؟ لو كنت ذاكرت. إذا كنت ذاكرت. اذا كنت بنز signific比 جد اكتر. ماني كنت اجدت إلى المارك تع发. كنت اكل درجات اعلى. ما له نفس مثلا. ما يعني. ايا солнطح بينيmorali. لذلك لم أعطي لم أعطي لم أذكرت لكي لم أعطي أي حالة أو أي جملة أنتوا شايفينها ندمنين كده أي جملة حاس فيها ندم لو كنت عملت كذا ما كانتش حصل كذا يبقى لازم حالة تالتة اللي هي تصريف تالي تمام طيب عايزين الجملة كمان تكون من في لو ما كنتش عملت كذا كان حصل كذا تمام تمام يعني مثلا ممكن نقول سنتنس بتقول إذا لم أعطي لازم حالة تالتة سنكون حصل كذا يعني لو أنا ما لعبتش مع الكلب ما كانش زماني اتعضيت أوكي؟ معنا نقول هو إذا لم أعطي لازم حالة تالتة وطبعا تمام يبقى كذا إذا لم أعطي لازم حالة تالتة سنكون حالة تالتة لاحظوا هنا مبنية المجهول ما كنتش حصل للعض فقلت لازم حالة تالتة تمام كده بالنسبة لازم حالة تالتة تمام كده لاني يلا مش متوقع حدوثها وسحايا بنستخدمها في أن أنا أبين شيء خيالي شوية هو أنا بس بفكر فيه في الحاضر ولكن هو شيء ممكن مستحيل حدوثه أو يعني بنسبة معينة هو حاجة من الحاجات اللي شوية صعبة جدا أنها تحصل كما تقول لأكار أبينك كما تقول لأكار أبينك نحن لذلك أبينك ليه أبينكا، أولاً لا أقول إذا لم أكبر إذا لم أعرف أن كلمة لأكار أبينكا تاخد الفرب افين كالم مع I أجيب wear. في الحالة السبجنكتفز دي أنا باستخدمها أو باستخدم من في الحالة دي لأن أنا بتكلم على حاجة ما حصلتش أو أكشن ما حصلش. يعني أنا مش بقول I was مثلا you. في الحالة I was you. كده الجملة doesn't make sense. هي مش مش منطقية أبدا. يعني نستخدم كلمة wear هنا مع كل الضمار. مع إذا كان singular أو plural باستخدم كلمة wear. طيب هنستكمل الكلام دي وكله مسيمان ولكن ناخد طبعا فاصل ونرجع نستكمل الحلقة بتاعي الى فاصل. حبا أنا وسلم بيكم مرة تانية وكنا طبعا متكلم أنا ومسيمان على الكونديشنلز حالات F الشرطية. وتكلمنا على الحالة التالتة. قلنا إذا كان أي شيء في الماضي تبقى past perfect وبعد كده would have تصريف تالت. قلنا كمان ناخد حالة التانية. قلنا لو هو يعني حاجة يعني غير حدثة أو شيء احنا يعني بنفترض حدوثه في اللحظة دي هو مش واقعة. زي بذبط لما قلت كلمة if I were you. بلنا دائما في النصيحة يعني. بل if I were you I would كذا. وطبعا ظن دي كلكم حافظينها يعني. ومسيمان مشكورة قلت لنا باسترم ليه كلمة where. قلت لما ممكن تبقى مع كل الضمائر طبعا لاستحالة حدوث الحدث. لحتى الامريكان بيقولوا if I were in your shoes. يعني بديل الكلمة يعني. وطبعا دي شيء لو أنا مكانك في نفس اللحظة. تمام كده? I would do something else. كنت تعمل كذا. تمام؟ طيب. النسبة كده الحالة الأولى. احنا قلنا واحدة مثلا متعلقة بالباست. ودي بالبريزنت اللي الحالة التانية. طب في الفيوتشر. لأقول لو طلب مثلا تقول لو تذكروا بجد هتجب درجات كويسة. تمام. دي المثال ده حضرتك قلته بيمثل الحالة الأولى جدا. تمام. انا بقول على حاجة ممكن اعملها في البريزنت. فنتيجتها لما اعملها هتكون في الفيوتر نتيجة معينة. فبالتالي انا بتكلم على الحالة الأولى كده. يعني مثلا if you study. هتكون مستقبل. تمام. تمام. مثلا if you buy lots of oranges. you will eat a lot at the end of the day مثلا. أو tomorrow. يعني حدث احتمال حدوث مستقبل كبيرة. حاجة احتمال تحصل بشكل كبير جديد في المستقبل. عشان كلي بخليها في الجزء الأول. if you study present simple. والنحية التانية you will. ده برضه ربطنا او يوررنا بحاجة. لو انا عندي حدثين في المستقبل. تمام كده. يعني انا I will study. I will study. انا هذاكر. تمام كده. تمام كده. تمام كده. وان شاء الله I will get high marks. اجيب درجات عالية. لما حط اي رابط زمني. رابط زمني يعني يا حبي يعني كلمة after او كلمة before او كلمة if او الحاجات دي كلها. او كلمة وين. لو عندك حدثين في المستقبل. اللي بعد الرابط يبقى مضارع بسيط. او مضارع تام. والتاني هو مستقبل بسيط. يعني ايه. احمد will arrive tomorrow. احمد هيوصل البكرة. I will meet him. لاحظت كده. احمد will arrive at well. I will meet him. هقبله. هقول بمجرد ما احمد يوصل هقبله. هقول هزاي. as soon as. احمد arrives. as soon as. احمد arrives. ليه بقى. هنا. ما قدرش اقول احمد اولها arrive تاني. لا. اقول as soon as. احمد arrives. I will meet him. أو I will meet احمد as soon as he arrives. فاصبح اللي بعد الرابط. لو حدثين في المستقبل. اللي بعد الرابط يبقى مضارع ببسيط. تصريف اول. او present perfect. مضارع تام. هزا او هزا تصريف تالت. تمام كده؟ طيب. خلصنا من الحالة الاولى والتانية والتالتة. طب لو انا بتكلم على شيء بيحصل في المضارع وفي الحضر وفي الماضي. تفتك رحطها اه. طبعا. دي بقى لو بتكلم على حقيقة اه معينة موجودة في حياتنا. بس انا متأكد يعني انا وانا بعمل اقرى الجملة او بفهم معناها اتأكد ان دي حقيقة. وانه النتيجة بتاعتها ملهاش اي option تاني. هو لما ده هيحصل النتيجة بتاعته ان ده ده يحصل. لكن هل في options مختلفة على الممكن لو ده حصل كزا حاجة تانية تكون نتيجة لها. في الحالة دي انا منفعش استخدم الفاكت او ما اعتبرهاش فاكت. حلوة حكاية ال options دي لان برضو حتى مع الطلبة برضو كنت لمزيت كنت بتنقف حكاية. بقول لهم مثلا لو واحد ولا من الدون الرابعة. واحد واحد من الدون الرابعة. مش ضروري. مش ضروري يموت. يبقى حالة اي 0 ولا. لا طبعا دي هتبقى case 1 او الحالة الاولى. لانه ممكن بس يكسر بيجراله اصابات. ممكن ما يموتش. ممكن يقوم عادي جدا ويقول لك ان في حاجة حصلت. فدي كده options. انا ليه نتيجة. النتيجة دي لو هي مختلفة ممكن تكون او تتم بكزا طريقة. يبقى انا لازم استخدم الفاكت او الحالة الاولى. لكن لو نتيجتها هو شيء واحد محدد. يعني مثلا لو انت سخنت الماء هي بتتبخر. اه عني من الدرجة او ما فيش نقاش تاني. تمام. تمام كلا. طيب. يبقى بالنسبة لالساينتفيك في عكتس حقائق علمية. لكن كمان ممكن انطبق نفس الكلام على الهابتس. العداد. لو مثلا اي ميسلف مثلا. او 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 هادك مثلا. او او اي متعود دايما لو بمصلا بي leanedص عند سيست بروحني او او باخد اصبريم مسلا. فاذا كنت متعود على ما بردو النسبان الغرفة لاننا بنقول دايما في الإداد ب cucina او هابطة. فبنقول او لحزو هنا نسبان الغرفة قبل التصرف اول dz53 في هذا في ا моз途 اي tegen اي تتาน اي تت lymph indicator تتسوي وهذا بالنسبة الأولى أو 0-1-2-3 بالمرة يقول لك ميكست وهذا ليس ما يحدث لدينا نفس المعامة لكن دعوكم لو كنت ذكرت مبارح كنت قوابت النهار حاجة مرتبطة بالماضي وبالحاضر يبقى الجزل أول ماضي تمام والجزل الثاني أول ماضي إذا كنت قمت بسطدد إذا كنت قمت بسطدد قمت بسطدد كنت قواب دلوقتي هذا ما يسمى الميكست أو مثلا لو كنت سقط أسجع كنا زماننا وصلنا دلوقتي أو كان خلاص وسننا دي كده ميكست أنا بعبر عن 2-tenses أو situations حصلوا في أزمانة مختلفة جريت نبص على الشاشة كده أحباي وهنلاقي عندي جملة بتقول برضو هي مرتبطة بـ if if you leave now you catch your train لو مشيت دلوقتي تحصل الأطر طبعا لاحزوا كلمة catch وعكسات كلمة miss m-i-s-s لو مشيت دلوقتي طبعا فيه احتمالية في المستقبل احتمالية تبيرة أنك تحصل أو تلحق عشان كده يستغلل منك كلمة وال والمصدر فأصبح الجزء الثاني والناس تبص لهم مصدر تاني طيب وهنت هتمشي في المستقبل هتغادر في المستقبل واتحصل الأطر في المستقبل وعندك رابط لو كلمة if خلاص وانت لسي قال من شوية ان اللي بقى عدد الرابط يبقى present simple كلمة leave والجزء الثاني في future simple والول مصدر تمام كده؟ وأكيد فيه فرق في التنس احنا عايزين نبين الفرق فيه امتى كل واحد حصل فأنا بقول مثلا لو انت مشيت دلوقتي فانت في المستقبل لان ده اللي هيحصل بعد ما انت تمشي فهجيبه في التنس بتاع المستقبل فانت تراجمناها انت لو هتنشي دلوقتي لا تنشي تنشي ده مضارع بسيط هتحصل ها سوف يبقى ويهيه والمصدر تمام؟ طيب جملة كمان بتقول water well freeze if the temperature is zero or below المية هتتجمد لو داقة الحرارة لاحظوا كلمة temperature داقة حرارة جسم أو كائن is zero or below الحرارة الصيفر طبعا على طول ما فيش باعة احتمالية وهو just one action او something follows the other تمام كده؟ طيب water freeze if the temperature is zero or below دي بالنسبة لن قلنا scientific fact if you throw that stone you break a window طبعا لو قلقت الحجر دا ممكن تكسر الشباك دا احتمالية بس احتمال يبقى will break تمام؟ كل دي جمل قاعدة if if she trains hard she wins next week's race رئيس قلنا سباقة if she trains لو اتدربت هتفوز مضارع بسيط will will مصدر ولو عكسنا الجملة يميس ايمان قلنا she will win next week's race if she trains hard مفيش مشكلة طبعا لنقول دايمان ان الجملة اللي بعد if او اللي فيها كلمة if بتبقى دايمان subclose طبعا الجملة اللي هي can't stand alone أو doesn't give meaning by itself طبعا لكن الجملة التانية اللي هي جملة جواب الشرط تبقى جملة رئيسية طبعا هي الجملة اللي اللي تدي أو meaningful تبقى لها معنى يعني طيب لو جملة زي ميس ايمان على الشاش هايبان تاني وحبنا نعمل question tag if she trains hard she will win next week's race يا ترى will doesn't she or will she أكيد هستطيع مجزء التاني او طبعا شان الجملة هنا هي الجملة الرئيسية حتى لو عكست الجملة قلت she will win next week's race if she trains hard برضو want she ولاحظوا الصيغة المختصرة لها w-o-n-t يعني مش will not كلمة want she if you'll mix red and white you get pink طبعا لو انت خلطت اللون الأحمر مع اللون الأبيض هتاخد اللون البنك طبعا دي حقيقة صح كده؟ مضبوط يبقى أكيد نستعلم مضبوط فقلنا if you mix you get mix present وget برضو present I wish the school holidays are longer واحد بيتمنى شيء في الحاضر هنخش على الوحدة العاشرة التمني wishes and regret فاكره مسئمان قلنا لو انا بتمنع فانا ممكن اتمنى شيء للمستقبل او اتمنى شيء في الحاضر لكن اي شيء فاتب اعتبره ندم ندم عشان كده تايتل بتاع الوحدة العاشرة بيتكلم على wishes and regret تمني و ندم لو قلت اتمنى ان اجيب درجات عالية اتمنى وعايز اتمنى جملة تانية اتمنى ان احمد يحصل درجات في التظلم اتمنى لو انا بتمنى شيء لنفسي بقول I wish I could او if only I could لحظه if only يا ريت واي شخص يتمنى اتمنى I wish ممكن miss iman wishes and so on تمام لو الشخص بيتمنى النفس I wish I I wish we انا ومس ايمان يبقى لازم كلمة could طب انا بتمنى الاحمد I wish I wish I wish لحظه سابتة او if only احمد هنا كلمة would لانها يتمنى الاحمد طب لو احمد بيتمنى النفسه I wish is he could اه يبقى كلمة could يبقى التمنى في المستقبل would او could عند صغة سابتة if only والشخص وكلمة wish وكلا فيه فاعل الفاعل ده بعده كلمة could او كلمة would could امتى ضمار متكلم تمنى نفسنا انا او نحن او اي حد بيتمنى نفسه هو بيتمنى ان هو لكن اي حد تاني ياخد كلمة ايه كلمة would تمام كده طائل لو ما فيش فاعل I wish to ما فيش فاعل I wish to get high markz I wish to get high markz طب تمني في الحاضر امس ايمان انا مش معاي موبايل ايضون هف موبايل اعز اوليانت معاي موبايل اقلها اززاي I wish to get a mobile ايوه هنا I wish to get ده كان من المستقبل انا بقول دلوقتي دلوقتي في الوقت يبقى I wish I had a mobile اه عملنا ايبقى دايما في وش احنا يعني لو الحاضر يبقى هنستخدم الفيرب في الزمن الاقدم اه يعني حاضر او present يبقى هنستخدم في ال past simple طب لو حاجه في الماضي يبقى past perfect وهكذا تمام فقلنا هنا I don't have a mobile مش معاي موبايل مش معاي موبايل هنا مش تصريف تالت ده تصريف تالت من كلمة have I wish I had a mobile لما قلت I wish I had a mobile لقد كان معاي موبايل لكن I wish I had a mobile now I wish I had a mobile now ياريت لو كان معاي موبايل دلوقتي حد يسأني ماذا تفعل هتعمل ايه لو حبيت تكمل يبقى لازم تكمل الصيغة التانية I wish اعتبرتها كالنائف I wish I had a mobile now I would phone my friend I would will المصدر I would phone my friend I would phone my friend if I had a mobile أو I wish I had a mobile I would phone my friend تمام كده يبقى التمنى في الحاضر زي مالت منس ايمان باستخدم I wish او كلمة if only بعدها فاعل بعد كده الفاعل في التصريف التاني لما قول مثلا جوحر It is hot now I wish the weather were fine بتمنى شيء في الحاضر باستخدمت حتى شفنا برضو كلمة wither كلمة where زي ما قلنا بنعبر عن استهال حيث الشيء في نفس اللحظة استخدمنا where مع كل الضمائر تمام مع وش بنستخدم where كما كنت تمام طبعنا خدنا تماني في المستقبل تماني في الحاضر طب لو انا بقى ندمان على شيء في الماضي انا بقول لها ما ذاكرتش يارتني كنت تذكرت ياريتني ذاكرت ياريتني ذاكرت هنقول بقى I wish I had studied well I wish I had studied أو I wish I hadn't wasted my time طيب لو حبي تكمل ياريتني كنت تذكرت كنت تجلب درجات عالية I wish I had studied I would have gotten or scored high marks ياريتني I wish I had studied هي بعينها If I had studied I would have got high marks كنت حصلت على درجات I تمام كلا طيب حين اقول بقى I regret يا تراتو مصدر هنا ولا I N G والفرق تمام ممكن جدا بنستخدم الاثنين بس هي بتفرق أنا باندم على ايه يعني مثلا هقول I regret not studying well أو I regret to study well بالضبط I regret to study well I regret not studying well يبقى أنا فعلا ما زاكرتش كويس وفي الحالة دي أنا باندم على الحاجة اللي أنا ما قمتش بيها في المنزي كان المفروض ان انا اقوم بيها بلاش نقول I regret to study I regret to travel أنا مضطر العمل شيء زي بالضبط I'm sorry I'm sorry to tell you I regret to tell you I regret to tell you أو to inform you مضطر ان انا بانلغك بشيء مش كويس يبقى رجرتو مصدر لكن في حالة بتاعتنا باتكلم على الندم فلازم رجرت وبعدها الجيراند اللي هو الصيغة بتاعت الفرب I N G تمام ولاحظ طبعا ما تكلمش على الفرب هي جيراند وطبعا النفية بتاعها زيانا I regret not استاني مقولش I don't regret لأ قلت I regret not وبعد كده صيغة الجيراند يبقى أنا لو جاني سؤال إذا كانت شوز أو إذا كانت فاين the mistake ولقيت I wish في كلمة وش آآ يبدل الوحدة العاشرة أو كلمة if only أفكر في محوط حاجات محددة إذا كان مستعبل يبود أو كدزة المصدر إذا كان مضارع يبقى الفعل في ال past simple الماضي بسيط إذا كان الكلام ده فات في الماضي يبقى ماضي تام هادو التصريف التالي تمام كده عشان كده الجملة على الشاشة بتقول I wish the school holidays واحد بيتمنى فالحاضر مكتوب R اللي تبقى where زي ما عدي كم العجزة مثل إيمان مدارة العجزة تبقى إيه أطول بيت where longer تمام if only I haven't forgotten where I put my mobile phone واحد بولي ياريتني منسيتش حاطة الموارد هو حاطة الموبايل ونسي يبقى الكلام فين ماضي فاقال لي if only I haven't forgotten where I put my mobile phone I'm really tired this morning I wish I slept more last night واحد حاس بالتعب نهره الصبح ياريتني كنت نامت كوي سلت مبارح تكلم على مبارح تمام عشان كده الجملة بتاعتنا بتقول I am really tired this morning I wish I had slept I wish I had slept more last night هي بعينها I regret not sleeping more last night علي wishes لاحظوا بنغير الفاعل يبقى نغير الفاعل يبقى نغير الفاعل ليحصل صبجكت فيرب اجريمنت ما كنت قلت I wish لكن عارفين علي هي يعني هحوط الفاعل منتاب hissing بساون زي كيميك اس هحوط اس تبقى علي wishes he can come to your party but he is not feeling well طبعا بيتمنى يجل حفلة لكن تعبان يبقى هو اللي بيتمنى ان هو يروح صح بتاعنا كالمفروض علي wishes he could بلاش كلمة تقول احباي علي wishes he could لان عارف يتمنى نفسه to your party but he is not feeling well I wish I didn't lend her my dictionary للأسف هنسلفتها لقموزة يا مسئيمان She has taken at home with her أخرت معها البيت سلفتها القموز أخرت البيت أولي يالتني ما سلفتها طبعا حاجة في الماضي طبعا ندتهولها خلاص I wish I hadn't lend her the dictionary تمام لاحظت ان هي طبعا ايه طبعا اتحولت لي ال past perfect لاننا نتكلم على حاجة تمت قول الماضي من كلمة لند هي كلمة لند لند تمام دائما الوحدة 12 اللي بعدها 2 زائد مصدر فقلنا He hopes to win حدش يقولي هوبس winning كمكتوب تمام طب لو في فاعل أول مثلا He hopes he يبقى عند حاجة من اتنين يا إما بريزن سيمبل يا إما بريزن سيمبل يا إما بريزن سيمبل He hopes he wins أو He hopes he will win باتنين هي بصحة لكن طالما ما فيش فاعل بعد كلمة hope ما فيش هي أو في أي فاعل بس تغدم 2 زائد مصدر زي ما كتوب عنا كده He hopes to win a prize for his school work I regret to go to the cinema It was لاحظة قومنا التانية It was not a very good film لاحظة كلمة it was الكلمة على ماضي عشان كنا الندم في الماضي يبقى رجلت لازم بعدها فعلي فيه يبقى طبعا ING أو جيران I regret going to the party or to the cinema It was not a very good film She offered taking نرجع تاني أن الفرب offer دائما توزائد مصدر She offered to take me to the station in her car She offered to take me to the station in her car أخذنا طبعا Taking نحط الخط ونصحها To take لأن دائما الفرب offer دائما توزائد مصدر زي العكس كلمة avoid مثلا أو كلمة انجوي لازم جران We have just finished to watch طبعا كلمة finish دائما finish دائما بعدها جران We have just finished watching a TV program about the Egyptian history لحظتوا أن بعد كلمة finish لازم جران My friend asked me if had I enjoyed reading the book she had learnt لنت لنتمي طبعا لحظنا كده if I had انتقلنا الموضوع مختلف خالصة بالإيمان ليس فقط دائما 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 وضحنا الفرقة على الشاشة طيب مثلا مثلا كما ترى الموضوع نحنا نستخدم قول شخص المعلومة معينة أنا نحن لدينا القول مثلا كلمة سؤال بس السؤال هنا من الموضوع الموجود هنستنتج انه هو yes أو no yes يعني سؤال إجابته ب yes عشان كده إحنا استخدمنا كلمة F يعني كنا أعزك حد بيقصة هل سؤالك هل سؤالك بالزبط فربطنا بكلمة F أو كلمة نسبتك بتحكيمة W-H-E-T-H-E-R يعني ما نقولش W-E-A-T-H-E-R عشان في فرق من كلمة W-E-T-H-E-R-T-A-X و كلمة لو تمام طيب وبعد كده بنجيب إيه؟ بعد كده بقى إحنا خلاص جبنا F يبقى أنا هستخدم بتاع الجملة العادي بس لازم أركز في إنه عندي لو هي محتاجة إنها تتغير يبقى تتغير مش محتاجة وسياق الجملة عادي يبقى أخليها زي ما هي إحنا هنا عندنا بتقول فطبعا المفروض إن كان كان Did you enjoy reading the book؟ إحنا زي ما شايفين كده كلمة هنا تغيرت ل I جبنا كلمة مي فدي ناخد بالنا برضو إن في إحنا قلنا أول حاجة هو بنجيب فعل القول من القلمين نستخدم الفعل المناسب بنشوف آآ إيه الأداة اللي هنربط بيها الجملة بتاعت القول بيه الجملة اللي تقالت أو القال زي آآ في الحالة دي ممكن في حالات تانية لو هي statement أو جملة عادية هنستخدم ذات وكمان بعد كده بنتأكد من إن اللي موجودة اتحولت بالشكل اللي لائم المعنى نتأكد كمان من إنه الفيرب اللي موجود هو كمان تتغير لإن إحنا في direct speech بيبقى الكلام تقال في زمن حصل قبل كده فلما نيجي ننقله بيبقى خلاص الكلام تم في زمن ماضي فبنحاول الفعل اللي موجود للفعل الأقدم منه يعني في الحالة دي كان عندنا بعث simple السؤال did you enjoy لكن إحنا لما جينا ننقله في ال indirect speech غيرنا لل past perfect فدي كده الأربع حاجات المهمة جدا ان احنا نعم نشاك عليها في الجملة بتاعت ال direct وال indirect speech يبقى نخلي بقى دائما في الجمل إذا كانت طبعا direct يبقى لازم عندي ال converted commas يبقى الكلام مباشر يبقى الكلام ايضا 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 لازم بعديهم الفاعل ايضا 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 امسوا 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 امع امو ام امد طبعا طبعا امام بدأه بدأت الواحد الابس لذلك. بكثير من الجماعة مثل between活動ه. نضع بالناقضي أن نقضي حالة ثالثة. لا يوجد أحد من المتحدة الامت. هذا مهم جدا.. لأنه موجود في الواحدة التامل أو الواحدة 16 يعني موجود في الامتحان لا محالة. لتذكير جدًا الكثير من الدين من الظرف كويس. ننشوف جملة على الشاشة تقولي طبعا الوالدين بيحذروا أولادهم أن يعبروا الطريق أو ألا يعبروا أكيد النافع على طول طبعا ألا يبقى نوت تو وليست تو نوت تمام؟ شايفين الصحيح عبائي ألا يبقى نوت تو وليست تو نوت غير أتبعنا على الأهم مرة أتبعنا من الأفعال بعد تو زائد مصدر غير أتبعنا على الأفعال أن يكون قد أو قد اخدارهم غير أطلقنا في ساتر المنزين كانت كل ما قادوا في ساتر كلمة ويقول الوحدة الأولى طبعاً أتبعنا في سابر البحيرة في ساتر البنزين على طول تبقى كلمة ليك اللي هي L-E-A-K أكيد طبعاً كلمة ليك مش بس سنة كناول ممكن تبقى كفرب نقول مثلاً محتوى التقرير سربة بالصحافة يعني محتوى التقرير سربة بالصحافة نعم كم حالة تحتاج إلى المنزل لو أنا مثلاً قلت إيه بقى هاو طبعاً المعنى هنا اختلف خالص لو هاو ماني تايمز يبقى أنا بسأل على عدد المرات أيوة لكن هاو ماني تايمز أنا هنا بسأل على المدة الزمنات يعني لو طالب في نفس الجملة سيماً هي على الشاشة كده قدامنا في نفس الجملة بالضبط وقال لي مثلاً هاو ماني تايمز يعني حطي لي اس مع كلمة تايمز عاري جداً صح واحد بيقول أنا أحتاج أروح المدينة كم مرة تمنى مثلاً عشان أضم أصلحة مثلاً تقولي أنا باعش نخلص وراء لازم أروح تايمز مثلاً تماماً فهي نفس القصة هاو ماني تايمز على حسب المعنى أو هاو ماتش تايم هاو ماتش تايم حباي يعني معنى كده نقول إن كلمة تايم لو أصدق بيها وقت يبقى انكونتب لا تعد كم 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 الوقت أو كم من الوقت نحتاج لكذا لكن لو قلت لي هاو ماني تايمز مثلاً كم مرة رد على التلفون عدد المرات يبقى انفع فيها اس ولكن طبعاً لو وقت تمام؟ ملاحظوا كمان هاو ماني عشان عدد لكن هاو ماتش معه كمية جملة كمان بتقول لي أيل ان جاس على الشاشة عندنا أيل ان جاس ار فايند اندر دا جراوند ازاي تقول لي البترول والغاز عايز تقول لي يوجد حد باجدهم يبقى اكيد تصريف تالت طبعاً ده الباسف فايز طب ادينا كده لمحة سريعة على الباسف فايز طبعاً احنا السنتنس دي لو شفناها معروف كده ان ار ماينفاش يجي بعدها اصلاً الفيرب في الانفانيتب ياما يضاف له اي ان جي ياما يبقى التصريف التالت وتجين طبعاً حالة الباسف اللي احنا بنتكلم فيه هنا احنا ابتدينا بالايلان جاس اللي هي الحاجات اللي بيتعمل فيها الاكشن طبعاً انا ابتديت في السنتنس بتاعتي بالحاجات اللي او بيتم فيها الاكشن من قبل حاجة تانية ففي الحالة دي انا لازم احول الباسف فورم الباسف فورم مهم جداً انه هو الاساس فيه بيتكون من حاكتين الباسف فورم يبقى اي باسف فورم هنشوفه هيكون في الاتنين دول لازم مع تغيرات بقى التنسز ممكن ان احنا نضيف كلمة اه او نغير في التنس بتاع الباسف فورم ولكن بيزال طبعاً احنا ممكن هنقول دي كده الباسف فورم من الباسف ممكن نقول كده انا عندي الباسف فورم او الباسف فورم طب لو انا عايزة اغير في الفورم واقول اه مثلاً يبقى هقول مثلاً احمد احنا او مصلاً احمد احنا احنا اذا كان العلم الانجلي انجليز انجليز اكبر اي اي امريه او او امريه امريه او امريه إذا بدأت بالفاعل على طول هبعد عن بي تصريف ثالث إذا بدأت بالمفعول اللي هو الابجكت تمام كده يبقى لازم أدور على صيغة لبي وفق الزمن الجملة لأن بي يعني إي حبايا يعني بي نفسها أو أم وإز و أر أو واز و وير أو بين أو بيينج كل دي صيغة لفربيتو بي زي التصريف ثالث فلما تقول لي مثلا ده لسن الدرس هتقول لي مثلا يكتب تمام كده ديلي يوميا يبقى إز رتن إز رتن هذه فربيتو بي بي حد زمن الجملة إز برزن سيمبل وتصرفت يالك من كلمة رأيت بقى ترتن إز رتن ديلي طيب لو قلت مثلا يكتب الآن الدرس يبقى ده لسن إز بيينج رتن أدي إز بيينج في برزن كنتينووس طيب الدرس كوتب والآثار هي المورد ده لسن هسين رتن طيب الدرس سيكتب ده لسن ويل بي رتن المهم الدرس إعلقته بالكتابة الدرس ما بيكتبش الدرس بيكتب يبقى الدرس مفعول مفعول يبقى لازم صيغة وفقا لزمن الجملة والتصريف الثالث لكن لو قلت لي أحمد أحمد هيكتب أحمد هو الفاعل دور يبقى أحمد سوف يكتب التفاعل على كده يبقى لازم الجملة بتاعتي أحدد لأن خليب لكم درس ده مهم جدا الوحدة الثالثة والرابعة والخمستاشر كمان إذا كان بتكلم على تنسل في يعني معنى كده في المتحال لازم يكون في جملة أو اثنين خاصين في نعمل إيه بقى إحنا تاني بتيجي تشوز أو فاين دا مستيك هتبص على الجملة هل هي بدأ بفاعل سبجكت أو بدأ بمفعول بدأ بالفاعل يبقى تبعد عن بي والتصريف الثالث لأن مثل إيمانا قلت ليه الوقتي قلت لنا إذا كان لازم بعدين نجي ويبقى الكلام معلوم يبقى الكلام مجهول فإذا بدأت بالفاعل قابد عن بي والتصريف الثالث بدأت بالمفعول دور على بي تصريف الثالث لما كتوب مثلا وبعد كده ومكتوب في ومكتوب مثلا كلمة يستردي أنا علاقة الكرسي يصلح الكرسي يصلح يبقى الكرسي مفعول طيب عندي إز ودي كلمة فاكس وعند كلمة واز أو ميندد مثلا واز فاكس أو ميندد عند إز وعند واز الكلمة الموجودة في الجملة مكتوب كلمة يستردي خلص يبقى كلمة واز فاكس تفقنا كده طبعا هنشوف الجملة بتاعتنا مرة تانية على الشاشة كان بتقول يعني الغاز والبترول تصريف تادي كلمة فاون ولاحظوا أن الكلمة فاون نفسها ممكن تنفع معنا يؤسس فاقنا فاون فاون يعني يؤسس أو يشير أو يبني تمام كده طيب جملة كمان الماء يا ترى ده معنى جملة ها الماء هل هو يعني الصيغة الصلبة من التلج ولا العكس العكس على طول تبقى وقدر اذي لكويد لأن عايز بان اختبر في الكلمات ونننى كلمة لكويد بمعنى سائل وكلمة سلد بمعنى صلب تمام كده طيب الوصول كانت في إطلايا على الوصول كنام أكيد طبعا مش فريق يعني تيم تيم يعني كده أكيد يبقى كلمة كبول الوصول اللعبة كانت في إطلايا على الوصول كنام ده برضه يجبنا من يمس إيمان لكلمة كبول وكبول وكبول فضل طبعا كبول طبعا اللي هما اتنين متجوزين مثلا اي ولد وبنت كابل بنقول عليهم كابل لكن اكابلوف دي بتبقى طريقة علشان اشوف بيها الكمية او اعطل بيها الكمية اكابل كارز غالبا عبارة عن اتنين اكابلوف يبقى اكابلوف يبقى كلمة اكابلوف بالضبط تسوي كلمة تو اي سبنت تو ويكس ان هرقادا هيا بعينها اي سبنت اكابلوف ويكس ان هرقادا لكن كلمة دي مارت كابل مثلا ليدا هابي لايف هنا بالنسبان بنتكلم على مارت كابل بتكلم على ان هما زوجين وطبعا شوفت ممكن ليد او ليدز لو بسطلهم كيونت او من منظور ان هما خلاص فاقلنا نضح اس نضارئ pier of يعني ما الكوناه من جزئين سيكون مكوناه من مكوناه من جزئين عزقى مرئСТ او مرئ لكن أصبحت بشكل كامل وممكن أجمع كلمة كامل كامل وممتاز بشكل كامل بانتالوني ومتازم المترجم نعلم الباب نحن أننا نقود إلى المنزل ثم نحن عددت هنا لذلك قامنا نحن نحن للمنزل ثم نحن عددنا من عددين إذا كنا قلنا قبل كده حدث بلقى في الماضي ومازال في الغالب في الغالب في الغالب توليف مستلمش في الكنتينيوتي تمام كده ولكن في صيغة زي كده ممكن نقول هببن لفين أو هفلفت قبل أن أدخل الماضي ونظر لفينيك في الغالب توليف مستلمش في الكنتينيوتي لا تقليل الماضي يبقى فيه فرق بين كلمة كريدت كارد و كلمة ايدنتي كارد كريدت كارد طبعاً اللي هو كارت الإتمام ولكن ايدنتي كارد اللي هو الهوية أو البطاقة الشخصية بتاعتك إذا تغلق الماء يتغلق طبعاً المعنى مش ماشي حنا بمسخن المية ما بتزوبش سخن المية بتغلي إذا تغلق الماء يتغلق طيب طالب مثلاً تفزلك المسا إيماني قالك إذا تغلق أعيس هل تعلم كده؟ أو أضع لهم أشياء ما كان يقوم بإمكانك الماء لكن يجب أن نعرف كلمة ملتد و كلمة مولتد كما أن الحاجات التي تزوب من نفسها مثل شوكولات أو إيس هل تبقى ملتد لكن الحاجات التي تحتاجها الى تحترار عالية جداً مثل الميتلز عموماً أو الروكس يجب أن تبقى مولتن لأنك نقولها مولتن ركس أو مولتن ميتلز يبقى درجة تحرارة عالية يبقى كلمة مولتن بالإن في الآخر لكن ملتد إي دي في الآخر بتبقى معلقة أشياء اللي مش محتاجة تحرارة عالية أو بتذوب من تلقاء نفسها تفقنا؟ يس نصت كمان على الشاشة جملة بتقول الهجان أند الشوان رافت الهجان وجمعة الشوان طبعا دي إجيبشن فيجرز يعني دي جملة كتنم قولة في الورك بوك طبعا يا تارا شوان وير فيما سيبشن سيبشن يفضل اللي هي سيكورت إيجنت آه لأن الفرق آه لأن الفرق طبعا كلمة سيبشن يعني جسوس وهو نفس الشخص بإنه السيكورت إيجنت ولكن منظور الدولة بتاعته طبعا بيبقى السيبشن شوية بتدزي نيجيتف كونتيشن كده كده بلنا حاجة مش كويسة آه يعني لو احنا بسطن طبعا كده بالنسبة لما قلنا يعني آه لويال إيجيبشن فيجرز بالنسبة لكت مخلصة طبعا لبلدها طبعا يبدل بالنسبة لنا آه سيكورت إيجنت اللي هم اللي هم لائس ريين لكن طبعا توذي إنني للعدو بتاعنا على طول دولة سبايز S-P-I-E-S اللي هي جواسيس لاحظوا الفربي طبعا كلمة S-P-I-S-P-Y S-P-I-N يتجسس على تمام جملة كمان على الشاشة بتقول لاتس تراي to find them they can't have went very far حالطبعا مسيما كلمة هف دايما تصرفت صحيح طبعا يعني مش محتاجة كلمة وينت ان تبقى كان بعدها طبعا سابت لاتس تراي to find them دعنا نبحث عنهم وطبعا دعم الاستنتاج لايمكن يكون ذهبوا ذهبوا ده ماضي لازم كانت هف تصرف ثالث طيب لو عايز نفس تقول عصي ما نخليها إثبات اقول لاتس تراي to find them they must have been they must have been close or been near بالضبط كده لكن ما قولش they must have gone فعل لعن عتفاءنا في الاستنتاج كلمة مصنا فيها عطول كلمة can't yes teachers and supervisors belong to the teaching confession فين confession اعتراف هي الصحة بتانة طبعا profession يعني مهنة زي teaching قلنا أو nursing مثلا تمام يوجد profession محتاج مهارة أو فن yes he asked me if so his newspaper طبعا تعديل بتاعنا وانا عاست ماضي تمام وكلمة سوكا past simple تحول past perfect تمام وليزم if لازم دايما لازم بعدها فاعل ما ينفعش فاعل إبقى if I had seen yes the statue of rameses is an important ancient Egyptian magnet طبعا magnet لكن هو طبعا monument monument يعني monument يعني أثر أثر yes yes the people can waste lots of money by using the underground I want to wait people have to offer 8 meters and I'll give it a little bit so the people will give it a little bit and they'll give it a little bit it'll give it a little bit I can save save lots of money I can save lots of money by using the underground okay I want to make some sandwiches have we got a bread no there's a word a bread a bread bread is known uncountable noun it's not 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 but if it's not it's not it's not it's not any so have you got any bread any bread not a bread yes so of course bread uncountable أو ماينفاش إنها تتعد إلا لو جبنا بقى البارتتف اللي قلنا عليه مثلا أبيس أو حيك أو لوف L-O-A-F يعني عندنا كلمتين كلمة لوفز L-O-A-V-E-S اللي الجامعة لكلمة لوف L-O-A-F اللي هو رغيف العيش وكلمة برد برد حتى بالعرب زي ما قول الخبز أو العيش مالهاش جامعة لكن كلمة رغيف هارغيف لوفز لما تروح للبيكر أو في الفرن فبتقوله I want some bread I want some لوفز ماشي إذا كنت بتحدد 5 لوفز مثلا لكن الرجل لو سألك هيقولك يا إما يقولك how many لوفز do you want أو how much bread do you want الإجابة الديبندس يعني براحتك اللي جابة مش تفرق معانا يعني لكن الفكرة كلها في أن هو لازم مع كلمة bread how much ومع كلمة love how many أوكي نبص على الشاشة كمان سوها shouldn't eat too many sweets because she is chronic كرنك معناها مزمن اللي ما يقولش حيات كتير يبقى كيد شخص diabetic diabetic يعني عنده مرض السكر يس طب لو قلت she has بدأ she is she has 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 diabetes هنحاول طبعا الكلمة لإن الاس من نفس وياس لأن is بيقى معها الصفة و verb to have بيقى مع النوم مهم برضو key key word برضو كلمة is دائما بعدها adjective هنا ولكن لو خدت برضو verb to have كنت قلت she has كنت تكلم على in now طيب انا انا ماذا هات شي التفاني ماذا ان كلمة with her بتصيغة او اللي عندنا ده ده لازم بعدها الفاعل بزبط لازم لازم تبقى she had سيلفيا is on a low fat diet because recently she has lost out of we يعني فقدت وزنها فعمل ترى فقدت وزن فعمل diet علشان تخس ينفع ينفع يبقى هي طبعا she's on a diet or low fat diet because she gained a lot of weight يبقى لحظنا كمان gain weight يزداد وزنه تمام لكن win middle win a cup win a prize win a prize يبقى بتعديها الشيء ينفع بي لكن كلمة gain يحصل على وزداد زي gain weight او gain speed مثلا gain information gain experience أي شيء معناها كلمة gain على طول نقلت كلمة beat طبعا beat beat beaten دائما دائما يعني يهزم بعدها الشخص او الفريق المهزوم وكمان كلمة earn قلنا earn money او earn living l-i-v-i-n-g اللي هو يكسب قوة يوم اوكي طيب جملة كمان بتقول لنا الفريد فرغ لم يعرفش طبعا دا كاتب مسرحي مصري شهير مصريحي 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 طبعا والله كده النطق كويس لكن السبالينج طبعا مش مظبوط playwright بتكتب W-R-I-G-H-T تمام مش رايت هي او ممكن تكون معناها كاتب أو كده ولكن مش هنستخدم كلمة write اللي هي السبالينج بتاع يكتب هنستخدم playwright بالسبالينج بتاع W-R-I-G-H-T عشان تبقى كاتب مصرحي مصرح كده مسي إيمان طبعا في نهاية الحلقة احنا شكرين جدا جدا مقول حضرتك شكرا وشكرا طبعا ما وصلوا كل الناس وراء الكاميرا والمخرجة العظيمة بتاعتنا ولكل أحبائي التمنيات بالتوفيق وكيد مش دي آخر حلقة وعند وعند لذلك جود لك و جود باي